ملحمة بعنوان مغريب الهمة والشن يعني الفكرة جت بطريقة عفوية يعني مبينة أصدقاء كنا كانت تكلمو قلنا لما لا نوجد عمل أو ملحمة وطانية كنت جمع مجموعة الأصوات المغربية وفاش سمعت الكلمات دي الشاعر أعجبوني بزاف لإنها كلمات مغربية قوحها الكلام المتداول دينا في الشارع المغربي وفي بيوتنا وكيوصل القلب بطريقة سليسة واللحن يعني لحن تراتي جميل جدا يعني أبدع فيه الملحن صراحة تحية الجميع على التقم يعني هذا العمل الرائع وأكيد جميع الفنانين ما بغيتش نقول فنانين باش منساش فنانين ولكن كنقولش للجمهور يتبع الفيديو إن شاء الله غادي نزل عايكون نزل في اليوتيوب وإن شاء الله يروق إعجاب للجمهور المغربي فنانا أكيد لينانات زادت يعني بالفن يعني فترة موهبة من الهندسة فكانت دراسة أكاديمية أصريت على أنني كم من قرايتي باش نفرح عائلتي باش يفتخروا بيها باش نفرح براسحة أنا باش نكون يمكن مفخرة حتى البلادي لأن دي ما فتكون طفلة صغرة كنقول لي مالا يعني نقدمه فنانا مع عمل تقوم به مش غير الفن يعني تبقى الفن يبقى واحد الموهبة جميلة فالحمد لله بفضل الله ورضاة الوالدين قدرت أن نوصل الهدف ديالي الحمد لله ومشي بزاف يعني مشي بزاف لجنا نذكرهم يعني ممكن نجوجد الناس وجود الناس معروفين في الساحة الفنية المغربية ولكن احنا يعني معروفين مغاربة يعني طبعنا مسالم ما كان بغيوش يعني في الوقت المواجهة يعني تلقانا متواجدين ولكن ما كان بعدو على المشاكيل وعلى النزاعات يعني أكثر يعني شيء ممكن نقولوا أن الله يهدي الإنسان فأنا في واحد صريحة صراحة قلت يعني في واحد لحظة ديال البوح قلت هذه المسألة ولكن دعيت لهم بالهداية يعني أنا ما كيحربوش غير واحد ولا جوج ولا ثلاثة يعني كيحربوا مجموعة من الأصوات الجميلة في المغرب الله يهديهم هو شعره لابد منه يعني يقول لنا في واحد الزمن ضروري ما تبقى على تواصل مع الجمهور مثلا يعني حنا سنتين ديال الكوفيد وإحنا غايبين على الساحة الفنية الجمهور اللي كيحبك كيبغي يعرف الفنان دياله أش كيعمل في اليوميات دياله في نواصل رياضة اللي كيقوم بيها مثلا جو سباك يبغي تخلف تفاصيل حياتك ولكن كل فنان عنده واحد المساحة يقدر يبينه يقدر ما بيينهاش أنا عندي فصراحة حدود يعني ما كان قدرش منبين كل شيء ما حلقى على الناس ما يمكنش غادي تجي نجي واحده تقول الله خليك قولي حياة شخصية ديالك أو ليومك من الأليف اللياء شنو كتعمل ما ديش يقول لك ما يمكنش يعني كان واحد المسائل كتبقى شخصية فأنا كنحاول يعني نبقى وساطية في هاد الموضوع وأكتر حاجة يمكن معروفة يمكن نبغيش ندخل في كل ما هو مشاكل والقيل والقال وهذه الدرس فهذه وهذه ذاك البعض بز ما عنديش معه كنبغي نبقى بعيدة على هاد الشي كله نبين اللي قدرت عليه أشياء جميلة نقدر نعطي مثلا نصيحة اللي أنا كنشوفها مثلا تنفع شباب تنفع شباب تفصين ديالي نقدر نحكي لهم على تجربة في حياتي اللي ما نبغيش مثلا إلى دراتي ما بغوش تدرهم مشيط المكان جميل مثلا نشجعهم أنا ميزورو فقط يعني ما شئ لا أقل ولا أكثر إن شاء الله كان عمل هو نغم المو كانت سجيل عمل ولكن بالهجة المصرية هداك خلينا هونستاند باي بغينا نبدأ عمل مغربي مع شركة الإنتاج أنا فقط صدد البحث عن كلمات زوينة ولحن زوين إن شاء الله ونتقدر إن شاء الله مفاجأة زوينة زوينة بإذن الله كلهم 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 صراحة كل فنان عنده صراحة زي ما مشي دي ممكن غدتفاجئ يقولي أي فنان مهم يكون فنان كي يقدموا حد المحتوى جميل وكلمات مزيانة كلهم ما عنديش ما عنديش صراحة اختيار معين كان سلم معيهم بزاف كان كلهم توحشتكم بزاف بزاف ويا رب حيثكم دائما تكون سعيدة ومليئة بالأفراح يا رب ويبعد علينا هاد الوباء ونرجع إن شاء الله للجمهور الحبيب الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عن دقاصات سيدي ويا حبيب الله عري عليك يا بالقاسم يا صاحب الواو الخاتم راني على فعالي نادم ما درت باش نلق الله ما درت باش نلق الله ما تبت ما قرأت لازم بلصغرني بهوى الحرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحرم جيت عن دقاصات سيدي ويا حبيب الله